في هذا الدارس راح نتعرف على التابل داتا تايب التابل في التايب سكريبت هي عبارة عن الري مع فيكست لينكث اكتب هنا كنست employee number string يساوي new array يعني شنو هذا يعني هذا الري لازم يكون عنده اثنيا value الvalue الاول لازم يكون number والvalue الثاني لازم يكون string هذا يعني تابل اكتب هنا واحد يوسف هذا تابل فالتابل يعني فيكست لينكث الري بعد ما اكدر اكتب هنا value لو اكتب اثنيا ينطيني error ما يقبل لان هذا الري او هذا التابل لازم فقط يكون عنده اثنيا value الvalue الاولى لازم يكون number والvalue الثاني لازم يكون string لان هنا انا حددت فامسح هذا لو هذا الواحد اغيرها الى boolean value راح ينطيني error شوف اكتب تابل اخرى اكتب كنست user number string boolean يساوي واحد علي true هذا تابل وايضا هذا يعني هي عبارة عن array مع fixed length ومن قبل محددين نوع البيانات لهذا الري لو اعمل كومبايل لهذا الفايل افتح الترمينال tsc عمل الكومبايل افتح الاندكس js شوف عمل كومبايل للتابل وحولها الى javascript array فاعرفنا انه التابل التابل هي array مع fixed length كملنا هذا الدرس اشوفكم في الدرس الغادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة